والنهاردة انا بتكلم عن الليزر اللي بيستخدم الليزر اللي بيشتغل على الأسنان واللثة مش بس اللثة الليزر اللي احنا كنا شغالين من الغاية من 3-4 سنين اللي هو الليزر العادي اللي هو بيشتغل على اللثة بتاع السبغات وبتاع السلثة والكلام ده وما كانش فيه اي طريقة تانية انضف فيها تسويس سنان او اشتغل على الأسنان غير الطرق التقليدية اللي هي الحفار بتاعنا والتربينز والحاجات اللي حالك عارفها الليزر الماء ياما نزل باسلوب تحفظي وطريقة علاجية آمنة جدا ومتحفزة جدا في الشغل على الأسنان واللثة طيب قصة الليزر الماء دي ابتدوها ازاي هم ابتدوها ازاي موض الحرك بقصة الليزر بتاع اللثة وبعكيبتوا دي يفكروا في ان احنا عايزين نشتغل كمال على الأنسجة الصلبة مش بس الأنسجة الرخوة الأنسجة الصلبة انت محتاجة عشان تشتغل عليها انك تزيل الأشياء اللي موجودة فيها اللي انت مش محتاجة مثال التسوس انا عندي النهاردة درسة او سنة في تسويس ومحتاجة تسويس من السنة الطريقة الطبعية زمان كان بنشتغل بالتربين او المكان بتاعنا ده كنا بنحفر المكان اللي موجود وغالبا كنا بنشيل بزيادة ليه لان انا مش شايف اخر البكتيريا فين ومهما كنت بشوف انا برضو انا شغال التخن نفسه بتاع الأداء اللي انا شغال بيها وفيها احتكاك بيشيل اللي موجود قدامي طب ايه الفرق يا دكتور بن ده وبن ده الليزر الماء النهاردة هو مجرد ضوء بيعدي يشيل الجزء اللي فيه مشكلة انا بزبط على الجهاز بتاعي برامترز معينة او مقاييس معينة ده قوة الماء اللي بتطلعه قوة الهوى قوة الليزر وبالتالي بقدر اشيل اللي انا محتاجه الليزر نفسه في القطع بتاعه في السنة بيشتغل بطريقة التبخير انما الحفار بيقعد يشتغل بيطلع حرارة عالية جدا عشان يوصل انه هو يشيل المكان اللي موجود يشيل تسويسي فيه وغالبا بيحصل الفراكشرز او المايكرو فراكشرز اللي شايفينها في الفيديو الكسرات البسيطة الشرخات الشرخات دي بقى ما بتخلص الشرخ ده بيبتدي في الاول بتحشيه وبعد كده بيفضل يمتد غيرها ما بنشتغل بالليزر ليزر بيشيل بالزبط الجزء اللي انا محتاجه وكمان في ميزة تانية اسمها سيلاكتيف ريموفل سيلاكتيف ريموفل يعني انا على زبطة المقييس بتاعتي بقدر اشيل جسم صلب او جسم صلبة هارة يعني جسم صلب فيه تسويس فبالتالي الجسم اللي فيه بكتيريا بيتشال قبل الجسم الطبيعي فبالتالي ما بطرش اشيل زيادة عن اللزوم ده بالنسبة للأسنان مهم